في البداية غير حياتك طبعاً بدينا فكرة كانت صغيرة جداً في العام الأول عملنا مهرجان كانت صغير يعني عدى الغرض المطلوب بيقى عندنا اسم توالت الأعوام وكل عام كنا منتغل لفكرة أوسع يعني بدينا بالدورات الرياضية كنا منختتمها دائماً بمهرجانات ثغافية أو ليالي ثغافية غنائية في يعني عام وعام كنا نستفيد من أخطائنا السابقة في العام الماضي ودائماً كنا بنعمل المهرجانات أو الكرنبالة الثغافية عندنا تقريباً نحن زي سبعة بطولات على مدار سبعة عوام منها بطولة الروح الرياضية وروح التحدي وكأس النجوم وكلنا نلعب وأخيراً تقريباً سوداني أنا في البطولات الأخيرة 2021 و2020 كانت تحت راية السفارة السودانية هنا بالرياض بتمثيل رسمي من السفارة السودانية الحمد لله البطولة الأخيرة شاركت معنا مجموعات موجودة هنا في الرياض جمعيات جمعية الأسر السودانية وجمعية الأسر المنتجة هنا في الرياض بمشاركة نجوم القدامة لللاعبين السوداني الدوليين بمشاركة مدينة بحشيش وبعض اللاعبين ومشاركة الفنان أمار السنوسي وبعض الشعراء الشعراء بلاد المتواجدة هنا بالغربة الأستاذ إيهاب الأمين والقايمة تطولها نحن الحمد لله بدنا صغيرين لكن الحمد لله استفيدنا من أخطانا ومشينا للأمام الحمد لله